في قصة وحدوتة كبيرة جدا في المغرب بطالها سافيو البرازيلي هايج ومدايق وزعلان جدا جدا لاستبعاده من قائمة الفريق المشارك في كاس العالم للأندية وانا قلت لكم انه كولر المدير الفني احنا بعد شوية بعد دقائية يمكن يمعنا وليد الحديدي موجود هناك في كاس العالم حيبقى معنا رسالة بالزوم دلوقتي هكمل لكم قصة سافيو بسرعة عبل مروح لوليد وصافيو اماله وطموحاته وشغله واحلامه ان يلعب في كاس العالم هو قال كده ومدايق جدا ومعاتب جدا الجهاز اللي كانت السيدة بحفيظ ومعاتب جدا ميستر كولر لدرجة ان فيه كلام بيقولك انا مش عايز اكمل فيه كلام بيقول سافيو انا مش عايز اكمل في النادي الاهي انا كان احلامي وطموحاتي ألعب كاس العالم للأندية عكس ايمان اشرف اللي عمل تويتا لو نشوفها بسرعة لأيمان اشرف اتكلم فيها عن نادي الاهي وقال لما ستبعد قال اتمنى التوفيق لاخوات الابطال في بطولة كاس العالم للأندية ادعمكم بكل قلبي واتمنى التوفيق من الله ونقدر نحقق حاجة كويست لي باسم النادي الاهي العريك وجمهور العظيم اما سافيو رافض تماما طب انا هقول عنده حق لان هو محترف ولا عب برازيلي ولا لجابه فلوس كتير عشان يفيده ولا اقول ما عندهش حق المفروض ايه طب هل ينفع يبفيه لعيب بالقيمة المالية دي وما يخشش قايمة كاس العالم يعني انا جايب لعيب بهزي القيمة المالية ومستورد ميد ان برازيل يعني هل ينفع اجيبه لعيب برازيلي وفي كاس العالم للاندية ابقعد بتنشأ على برسي تاولي لسه رجع من الاصابة ملمسش الكورة ادخله وصافيو ما دخلوش دي كانت حاجة مفاجئة كبيرة جدا حتى للمتابعين مش للعيب نفسه انما هل صافيو نفسه اشتغل على انه يلعب كاس عالم لا الفترة الاخيرة اللي لعيب فيها كان مستوى يزيد عن الموجودين اللي ممكن يخش مكانه ما يخش مكان مين افشا فاخري عبدالقادر مش دي الناس اللي يخش مكان لا ما كانش افضل منه لا هو اشتغل على نفسه عشان يجبر كولر على ضمه ولا النادي الاهلي كان موفق حتى الان في انه يثبت ان هذه الصفقة كانت سليمة وكانت صحيحة حتى الان بدأ بدأ كويسة بس نعسان نعسان في اخر شهرين